نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسم معلوماتي تناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحق أقل العام 2022 استعرض التقرير وترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى 2022 وفقاً لتوزيع النسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 20.5% عام 2022 وذلك مقارنة بـ 1.4% عام 2014 جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3% أما التعليم فـ 19.1%